اشتركوا في القناة 23 منها ذهبية و24 فضية و47 ميدالية برونزية نستعرض اليوم ترتيب الدول العربية بحسب الميداليات الأولمبية في المرتبة الثانية عشر العراق جيبوتي والبحرين تأتي دول العراق وجيبوتي والبحرين برصيد ميدالية برونزية وحيدة لكل دولة وقد أحرزت العراق ميداليتها ضمن أولمبياد روما عام 1960 بينما أحرزتها جيبوتي ضمن أولمبياد سيول سنة 1988 وأحرزت البحرين ميداليتها البرونزية في أولمبياد لندن 2012 في المرتبة الحادية عشر الكويت شاركت الكويت في الألعاب الأولمبية 12 مرة أولها في أولمبياد عام 1968 وقد أحرز الرامي الكويتي فهد الدحيان ميداليتين برونزيتين للكويت ضمن أولمبياد سيدن عام 2000 ولندن عام 2012 في المرتبة العاشرة قطر شاركت قطر في الألعاب الأولمبية ثمان مرات كان أولها عام 1984 وقد أحرزت أربع ميداليات برونزية أولها في أولمبياد برشلون عام 1992 في المرتبة التاسعة السودان شاركت السودان في الألعاب الأولمبية أحد عشر مرة كان أولها عام 1960 ولم تنجح في الحصول على ميدالية أولمبية حتى أولمبياد بيكين عام 2008 عندما أحرز العداء السوداني إسماعيل أحمد أول ميدالية أولمبية فضية للسودان وهي الميدالية الوحيدة في رصيدها في المرتبة الثامنة المملكة العربية السعودية شاركت السعودية في الألعاب الأولمبي عشر مرات ابتداء من أولمبياد عام 1972 وأحرزت ثلاث ميداليات أولمبية كان أولها فضية الرياضي السعودي هادي صوعان في أولمبياد سيدني عام 2000 وبرونزية في نفس العام وبرونزية أخرى ضمن أولمبياد لندن 2012 في المرتبة السابعة لبنان تعد لبنان من أكثر الدول العربية مشاركة برصيد 16 مشاركة أولمبية واستطاعت حصد أربع ميداليات فضيتين وبرونزيتين كان أخرها برونزية المصارع حسن بشارة ضمن أولمبياد موسكو عام 1980 في المرتبة السادسة الإمارات العربية المتحدة شاركت الإمارات العربية المتحدة في الحدث الأولمبي ثمان مرات ابتداء من أولمبياد عام 1984 وبقيت بعيدة عن منصات التتويش الأولمبي حتى عام 2004 عندما استطاع الرامي الإماراتي أحمد بن حشر المكتوم انتزع أول ذهبية في تاريخ الإمارات وهي الميدالية الأولمبية الوحيدة في رصيدها في المرتبة الخامسة سوريا جمعت سوريا ثلاثة ميدالية أولمبية من 12 مشاركة كان أولها أولمبياد عام 1948 وقد حصلت على ميدالية فضية في أولمبياد لوسانجلوس عام 1984 وذهبية الرياضية غاد شعاع في السباق السبعي في أولمبياد أطالنطا عام 1996 وميدالية برونزية للملاكم ناصر الشامي في أولمبياد آثينا 2004 في المرتبة الرابعة تونس تحل تونس في المرتبة الرابعة برصيد عشر ميدالية أولمبية من 12 مشاركة وقد أحرزت تونس أولى ميداليتها في أولمبياد طوكيو عام 1964 وحصدت خلال مشوارها الأولمبي ثلاثة ميدالية ذهبية آخرهما ذهبيتها السباح التونسي أسامة ملولي ضمن أولمبياد بيكين 2008 ولندن 2012 وثلاث فضيات وأربع ميداليات برونزية في المرتبة الثالثة الجزائر شاركت الجزائر في 12 حدثا أولمبيا كان أولها أولمبياد عام 1964 واستطعت الجزائر حصد 15 ميداليات أولمبية خمس ميداليات ذهبية آخرها ذهبية العداء توفيق مخلوفي في أولمبياد لندن عام 2012 وفضيتين وثمان ميداليات برونزية في المرتبة الثانية المغرب حصد المغرب 22 ميداليات من 12 مشاركة أولمبيا كان أولها أولمبياد روما عام 1960 وقد أحرز رياضي المغرب 6 ميداليات ذهبية آخرهما ذهبيتا العداء هشام الجروج ضمن أولمبياد آثين عام 2004 وخمس فضيات واحدى عشرة ميدالية برونزية في المرتبة الأولى مصر كانت مصر من أوائل الدول العربية وأكثرها مشاركة في الألعاب الأولمبيا برصيد 17 مشاركة ابتداء من أولمبياد عام 1912 وحتى اليوم وقد استطاع رياضي مصر حصد 26 ميدالية منها 7 ميداليات ذهبية كان أخرها ذهبية المصارع كرم جابر ضمن أولمبياد آثين 2004 وتسع ميداليات فضية وعشر ميداليات برونزية إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة ترجمة نانسي قنقر